بالتزامن مع المسيرة التي نظمتها اليوم النهضة يوم 27 فيفري 2021 في شارع محمد الخامس وشارع الحبيب بورقيبة وهي مسيرة اعتبرها الغنوشي مصيرية تحت عنوان مسيرة الثبات والدفاع عن المؤسسات لإثبات الشرعية التي تتميز بها الحركة الإسلامية بعد انتخابات 2019 ومن خلال الشعارات التي رفعها أنصار الحركة فيها خطاب مباشر للرئيس قيس سعيد لتخبره أنها صاحب الشرعية وهي الحزب الأول الذي أفرزته الانتخابات التشريعية لسنة 2019 ولا منافس لها من حيث عدد الجماهير والأنصار هذا بالإضافة لأنها الحزب الذي يحق له الحكم في البلاد وهو المتحكم الوحيد في المشهد السياسي وأرادت أن تثبت لرئيس الجمهورية قيس سعيد أنه ليس الوحيد صاحب الشعبية بل أنها قادرة على نزول للشارع وأن تكون مثله قريبا من الشعب وفي خطاب رئيس الحركة رشد الغنوشي أكد أن التونسيون متشبثون بمبادئ الديمقراطية ولا مجال للجوء إلى حل البرلمان لكن قيس سعيد يجيب رشد الغنوشي بصفعة قوية تفسد كل مخططاته ويتواجه لولاية القيروين معتمدية منزل المهيري بالتحديد في زيارة فجأة زيارة هذه جات لمعاينة الأرض المخصصة لإنشاء المدينة الصحية بالقيروين رفقة وزيره الدفاع والصحة وأكد سعيد خلال هذه الزيارة بأن الإعداد لتنفيذ المشروع يتم على قدم وسيق من طرف مختلف الهيئة المتداخلة وكون الدراسات تولتها الإدارة العامة للهنسة العسكرية حيث أحرزت تقدما كثيرا في هذا الشأن أما في خصوص بواد المشروع القطار السريع الذي يربط شمال تونس بجنوبها أكد سعيد توفر كل الإمكانيات لتزيد المشروع هذا في حد ذاته يرد قوي من سعيد على حركة النهضة اللي التوا سنين في الحكم ولم تحرك ساكنا في خصوص هذا المشروع قيسة سعيد حب يرد على حركة النهضة وعلى مسيراتها اليوم بالعمل الفعلي والنزول للميدان لأجل النهوض بالبلاد وإنقاذها من الإفليس عوضا عن استعراض قواتها في الشارع أمام الجميع كان من الأفضل لو نظرت في المشاريع المعلقة التي تنهض بالبلاد وعلق سعيد على كل هذا الإخلال من النهضة وغيرها من الأحزاب التي على رأس الحكم لسنوات وقال إنهم يتحدثون كل يوم عن الإفليس وكونوا تونس على وشك الإفليس ولكن ترون بأعينكم مظاهر الإفليس السياسي وليس المالي أنتم أعطونا رأيكم في الموضوع وخلونا تعليقاتكم أسفل الفيديو ما تنسيش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليس لكم كل جديد